عزائي وحبائي أهلاً ومرحباً بكم في نشرة مروض الفترة المسائية عن يوم الجمعة 24 فبضايب لعام 2023 على موقع جريدة المصر اليوم يسعيدني أن يكون معكم اللواء أحمد يشام الخبير المروضي حالياً وعقب انتاء صلاة الجمعة والتوجه السيدة المواطنين إلى المناطق التجارية والمناطق السياحية والمتنزهات وكورنيش النيل لقضاء احتياجاتهم والاستمتاع بالأجواء الصيفية الجميلة اليوم نظراً لارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى المتنزهات لذلك قامت إدارات المروض بتعزيز الخدمات المروضية على كافة المناطق التجارية وكذلك كورنيش النيل والمرص النيلية والمنشآت الدينية والمنشآت السياحية والمولاد والكافتريات لمنع الانتظار الخاضي والوقوف فيه الممنوعة هذا بالإضافة أيضاً إلى تعزيز الخدمات وعلى مدار اليوم الكامل على الطبو السريعة من خلال منافذ القارة الكبضة زهاباً وإياباً بمناسبة توجه السيدة المواطنين إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لقضاء أجهزة نهاية الأسبوع بحمد الله في الفترة المسائية سيولة مضية في معظم المحاول الميدين والطبو الغاسية مناطق الأعمال أيضاً تشهد سيولة مضية سواء الخاصة بوسائل النقل الزكي الأخضر أو الخاصة بأعمال التطوير وغفاً كبارة لشبكات الطبو السطحية وأعلى الكبارة وخاصة كبر 15 مايو انتجاه منزل محوى 26 يوليو وكذلك كبر أحمد عبد المستحدث بداية محفظة الجيزة بالنسبة لقادم المناطق بشيل ومبابا انتجاه شرع جمع الدول العربية حالياً محوى 26 يوليو القادم من مدينة 6 أكتوبة والشيخ زايد بيشهد كسفات متحركة لذلك بننصح البديل الطريق السياحي نظر لأعمال الإصلاح والتطوير والقشط والسفلتة بمحوى 26 يوليو بالإضافة للإغلاقات الجزئية أيضاً بالنسبة لمناطق وسط المدينة بتشهد بعض الانتظار الخاطئ الآن والذي بيتم التعامل معه فرضاً من قبل الخدمات المعنية حيث يشهد شرع عبدالخالي الصارت ببنصر القادم من شرع رمسيس بعض الكسفات المتحركة اتجاه نفأ الأظهر لذلك تم تعزيز الخدمات لمنع الانتظار والوقوف صف واحد نهائياً بهدف سحب تلك الكسفات أيضاً أعلى الطريق الدائري القادم من زراء المعادي والمعادي اتجاه مدن التجامعات الجديدة ابتدت تصرف بعض الكسفات المتحة اشتركوا في القناة